اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على المسيرة الحافلة من المنجزات والنجاحات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان واحترام الحريات نعم وهي المسيرة الرسخة والثابتة وفق نهجي ورؤية المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي تضمن أسماقيا مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها ركيزة من ركائز التلمية والتقدم نوه معالي بما تقدم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس وزراء من استراتيجيات وخطط أسهمت في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان مشددا على الدعم الذي وليه جلالة الملك المفدى للمرأة البحرينية وكفالة حقوقها وبحرص المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة عهل البلاد المفدى على تعزيز مبدأ التكافؤ وصولا إلى تقدمها وتبوئها أعلى المناصب جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى وفدا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان بجمهورية روسيا الاتحادية وذلك بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين استعرض معالي خلال اللقاء مهام واختصاصات مجلس الشورى وتوره في تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان على الصعيد التشريعي عبر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ومن جانبها أشادت رئيسة وفد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية بدول المجلس الأعلى للمرأة مؤكدة أهمية التواصل وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال حقوق الإنسان